في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات المجمع الذي يقام على مساحة ألف فدان مزود بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني لإنتاج 150 طن من الألبان يوميا على مساحة ألف فدان وبطاقة استيعابية لخمسة آلاف رأس حلاب أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتلبية احتياجات المواطنين المجمع مزود بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني لإنتاج 150 طن من الألبان يوميا المشروع يعد أحد أهم إنجازات الشركة الوطنية للثروة الحيوانية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبمشاركة القطاع الخاص تنفيذاً للتوجهات الرئاسية بتشجيع هذا القطاع ومشاركتهم في المشروعات المختلفة نحن هنا في مزرعة أثنين هنا كنموزج لأحد المزارة الخمسة المزارة هنا بتضم ألف بقرة حلابة بإضافة الإنتاج بتاعها تخطيطهم من الإنتاج المزارة الواحدة بتصل 30 طن لابان في اليوم المزارة تم مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الآلية صالة الحليب هنا بيبدأ دخول البقر على منطقة الغسيل ودي بيبدأ نزول رزاز مياه على ظهور الأبكار علشان نبدأ أن احنا نخفف العبء الحراري على الأبكار علشان نقدر نوصل بها الأعلى الإنتاجية احنا في دولة قوية ونزعها جامد وبتعمل مشاريع جامدة فاحنا ليه ما نخص قطاع خاص ونبقى وحدة وحدة وحيلاء إن شاء الله استجابة وكنا نتعامل في بناء مصر المجمع يضم مركزا علميا للتدريب والبحوث بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال وجود عدد من المعامل البحثية التي تستطيع التعامل مع الميكروبات وتضع معايير الجودة الحديثة في تربية الماشية مع متابعة الاستجابة المناعية لها بهدف زيادة إنتاج السلالة المصرية من الحيوانات المركز هنا أول منشأة مدمجة في مصر طبعا هو شغال كقسم بحوث وتطوير خاص بالشركة الوطنية لإنتاج الحيواني لكنه تم تجهيزه بحيث أنه يقدر يساعد في أكتر من توجه في الدولة كلها والقطاع المدني طبعا الجناح هنا بيتكون من عدد ست مختبرات متأسمين حسب درجة الأمان الحيوي خمسة منهم ذاتة مستوى أمان حيوي اثنين مطور المجموعة دي بتستطيع أنها تتعامل مع يقرب من ألف عينة في اليوم الواحد من خلال الجهاز المناعي يمكننا معرفة حالة الجسم بالنسبة لمقاومة الأمراض بشكل عام أو بالنسبة لمقاومة مرض معين والتقنيات الحديثة بتمكننا من متابعة الاستجابة المناعية للحيوانة الذي تم تحصينه بلقاح حي أو مثبت من خلال المعمل بنقدر نقل للعب الميكروبي في منتجات الماشية عن طريق أن نحن بنعزل الميكروبيات المسببة للأمراض تم تصميم المعمل للتعامل مع الميكروبيات شديدة الخطورة والضروة على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية هدفنا هنا في المعمل هو تقصي انتشار الفيروسات والميكروبيات سواء كانت من خارج مصر أو متحورة إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الدولة في مجال الثروة الحيوانية للنهوض بها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الجذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل مجمع السادات للإنتاج الحيواني والألبان حلم جديد يتحقق تسعد دولة من خلاله لتأمين الأمن القومي الغذائي وتؤكد المضية قدما نحو زيادة الإنتاج الحيواني والغذائي لاستكمال حلم بناء الجمهورية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر